اشتركوا في القناة 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 بداية السنة وبرجع بعيده ما بتأملش ما بتمنى انه اللي انا بتوقعه انه يصير ولكن اجمالا هو رح يصير رح يصير اني بجزم بهذا الله اعلم طبعا ممكن ربنا يغير الأحداث وما يصير ولا أي إشي من اللي أنا بحكيه ولكن على مرة التاريخ معروف أنه المريخ وهو موجود في بيته في الحمل اللي هو اللي أساسا هو صاحبه وبدو يتراجع فيه وهذا إلو علاقة بالحمل إلو علاقة بالجيوش والعلاقة بالقدرة العسكرية وقرارات سياسية وإلى ما لنهاية والمريخ إلو علاقة بالنار وبالحرب والأمور هاي يعني برضو نفس الإشي بدي يتراجع في بيته وفي نفس اللحظة رح يرجع يشكل الزوايا الخطرة اللي موجودة أساسا كلها بالجدي مع بلوتو مع المشتري مع زحل وهاي التشكيلات رح تسبب وخصوصا اللي مع بلوتو تحديدا هي اللي رح تكون الأخطر المشتري إلها علاقة بالاقتصاد زحل إلو بالأحداث المفاجئة ولكن مع بلوتو إلو علاقة بأشياء عنيفة وأشياء مفاجئة وصادمة على كل المستويات وصلت المعلومة طيب خلينا نبدأ الآن توقعاتنا مع برج العذراء طبعا الشمس موجود عندكم صار كثير من موليد برج العذراء تقريبا يعني خلال الأسبوع هذا العشرية الثانية بتجاوز وعيد ميلادهم فعشان هيك بتصير الأجواء إيجابية بالنسبة للكو بتشعروا بتحسن بشكل متصاعد بتتغير الأمور بشكل متصاعد كل ما أجى تاريخ ميلاد واحد فيكم الأمور بتتغير من الضغط والأعباء والتعطيل والمشاكل والوهن والأشياء السلبية اللي مرت الفترة الماضية تقريبا هسا بتدخلوا في فترة جديدة بتعزز من هاي النقاط وخصوصا مع حركة باقي الكواكب اللي بتتعامكم على المستوى النفسي بشكل كبير وبتعطيكه طاقة أو شوي بتغير من الأجواء السلبية اللي كانت موجودة أو بتحيط فيكم طبعا بالنسبة لعطارد اللي أنها تحركوا عندكم وهو منح شوي الطاقة يعني عزز خفف من الضغوطات هاي شوي الآن بدو ينتقل على البيت الثاني يعني أمور إلها علاقة بالمال يعني فرص مالية فرص إلها علاقة بالمكاسب المالية بيجيب لك من عمل إضافي مستردات هبات دعم فعشان هيكي بيعطيك نشاط فكري كيف تستغل الفترة هاي وتحصل مكاسب منها أما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة كانت في بيت الأصدقاء نشطتك شوي خلت علاقاتك وطدت علاقتك في بعض الأصدقاء أو خلتك بتواصل مستمر مع بعض الأصدقاء دعوات وزيارات وعزام وشغلات زي هيك الآن انتقل للبيت الثاني يعني بدأت انتقل الزهرة فانتقالها هذا يعني أمور إلها علاقة ببيت المتاعب فهي بتحميك بتسكر ثغرات كانت مفتوحة حواليك برضو بتجيب لك مكاسب على مستوى عمل أو عمل جديد أو فرصة لعمل جديد وبرضو بتحسن من وضعك الصحي شوي يعني بتدعمك صحيا وبتخليك تهتم في حالك في غذائك في كسمك في تنزيل وزنك في رقابة أشياء صحية بشكل أكبر أما بالنسبة للمريخ طبعا المريخ في البيت الثامن فبدو يتراجع فهنا هذا رح يأذيك بشكل كبير على مستوى الأموال المشتركة بدك تكون حذر من كل شيء له علاقة بالأموال المشتركة الأموال اللي ما بتعود لك أو اللي فيش يريك معك فيها أموال الزوج أموال الزوجي القروض الديون البنوك التأمين أمور إلها علاقة بالميراث إلها علاقة بالحقوق تحت الزوجي أو الزوج اللي زي النفقة مثلا هذول الأمور بدك تهتم فيها إن كانت على مستوى قضايا إن كان على مستوى مطالبات إن كان على مستوى تسويات لأنه الآن دخلت يعني تراجع المريخ رح يكون هو كان ضاغط على هاي المسائل الآن بده يتراجع فرح يضغطك بشكل أكبر فدير بالك تهمل المسائل المالية المشتركة برضو بتجيب لك هاي مصاريف اللي ها علاقة بالبيت والها علاقة بالصحة أما بالنسبة للجديد اللي هو البيت الخامس فما زالت الأمور وخصوصا على العشرية الثالثة ضاغطة عاطفيا هي اللي بتسبب صدمات وخلافات ونقاشات ومشاكل ما بينك وبين الأحبة إن كان الحبيب أو إن كان الأبناء أو الوالدين فهي الخلافات بتظهر هون بشكل كبير حتى على مستوى هواياتكم وعلى مستوى نزواتكم وخروجاتكم يعني برضو بتجيب لكم شوية مشاكل فبدكوا تكونوا حاذرين تضبطوا أعصابكم تضبطوا لسانكم ما في داعي لتطوير المشكلة أو الخلاف لأنه هذا شوي بتعطيكم قدرة على إصدار قرارات القرارات هاي ممكن تكون مش لصالحكم أما بالنسبة لنبتون اللي في البيت السابع اللي بعزز أمور إلها علاقة بالمشاكل ما بين الأزواج بيخليك تركب راسك على أنك أنت معك الحق أنت اللي الأمور لصالحك دير بالك وعترضخ أوعى وبرضو بتجيب لك الأشخاص اللي بيكبروا هاي المشاكل في راسك عشان هيك بتكبر المشاكل ما بينك وبين الزوج أو الزوجة بالفترة هاي وبتخليك تتصرف بنوع فض شوي وممكن توجيه الانتقادات أو التدخل المباشر بمشاكل حساسة جدا لها علاقة بالطرف الآخر فعشان هيك هاي شوي راح تسبب لك بعض المشاكل بتكونوا حذرين برضو منها أما بالنسبة لأورانوس في البيت التاسع وهو يابجيب دراسة جامعية يابجيب تغير تخصصك يابجيب لك أشياء إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بالتنقل البعيد بين المدن القضايا القضائية تطور على مسأل إلها علاقة بالقضايا أو بالمحاكم أمور إلها علاقة بالدراسة أو إلها علاقة بالامتحانات فعشان هيك هاي الأمور كلها يا إيجابية بالكامل يا سلبي بالكامل أورانوس بتراجع وما عنده حل وسط هو أساسا فعشان هيك يابعطيك إيجابية الأمور هاي كلها وبتكون لصالحك يابعطيك سلبية كل هاي الأمور وبتكون ضدك فعشان هيك بدك تنتبه وتتهيأ وتكون مستعد لكل المجازفات والمغامرات اللي ممكن تصير من آثار أورانوس خلينا نروح على التوقعات الأسبوعية ونشوف تأثيرات القمر إيش بدها تعطي مع تأثيرات هاي الكواكب خلال هذا الأسبوع من مساء اليوم الخميس القمر رح يصير موجود بالحمل حتى صباح يوم الأحد يعني رح يتحرك من المقابلة تاعته معاكم فبتظل الأمور المالية بتشغل فكركم الفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراك أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة أو مهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولأ آراءهم واتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي من صباح يوم الأحد القمر بصير موجود في الثور حتى مساء يوم الثلاثاء يا بصلكم خبر من بعيد يا بتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات يا إما بمسائل إلها علاقة بالقضاء تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بتجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات والفرص جيد إلى النجاح بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور أي فترة إيجابية جدا بتسهل خلال هالأمور خصوصا الحوار وممكن تفرح بخبر أو تجاوب معك فيها برضو لبعض الأشخاص إشي لعلاقة بسفر محتمل أو رجعة لبلدك الأم من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالجوزاء وحتى صباح يوم الجمعة حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشاء اللقاء أو وضع لأحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت انت جاهز من صباح يوم الجمعة القمر بصير موجود في السرطان حتى عصر يوم الأحد بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم يشنك تتجنب وانتقاد أحدهم بناسبة العمل مع مجموعة من الزملاء أو الأهل أنت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفهم الآخرين لا إلك ممكن تحصل على تأييد أو تحصل على تأييد وممكن تشارك في ورشة عمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا